يا أهلاً وسهلاً مشاهدين العزاء رجعنا لكم بضيف حلقتنا اليوم وهو شاعر يعني شاعر الصراحة كبير جداً شاعر سلطان الضيد حياك الله يا مرحباً كف مورك بخير الحمد لله في الشرك نورنا باسل لو صمحت مسح نور نوره مسح 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 كويس ورما يجي تكي معنا لا لا هذا معاقب أبقاك الله حيا الله بضيفنا بس يعني ترى أحب العقابات أنا ممكن أشارك يعني آه والله تموا عليك انتبين يا باسل طيب يلا قاعد بحق بسوء أنا أنا تراحكم ألياً نظف للمطبخ وقطع لي بالله يا باسل الطماطم شرائح رفيعة جداً وقطع لي الخيار بحب الخيار كمان شرائح رفيعة جداً وقطع لي الحلومي شرائح ما هي رفيعة شوية سميكة سميكة شوية تمام؟ حاضر وفي شي ثاني ترى أنا الفائز المفروض يكون عندي مكونات مفتوحة ممتاز بس عشان تعرف أنه أنا قلبي رحيم باسل تقدر تستعمل أي مكونا أي مكونا والله أي مكونا والله ما قصرت أنا قصرت معاك شيء؟ أبداً أول مرة يعملها معاي خلاص أول مرة دائماً عاقبك هو شيء دائماً عاقبك هو شيء من غلاتك صراحة هذه حادثة سبيشيال لإلك سلطان حيك الله أنت الآن شاعر وما شاء الله بدأت مشوار الشعر أكيد من زمان جداً قل لنا ميتا وكيف بدأ أحبك للشعر؟ والله أنا منذ أن أعيت على الحياة وأنا أحب الشعر حتى قبل المدرسة أذكر في موقف طريف جداً يعني في أولبس داعي كنا جايين من الديرة للرياض فالمدرسة قد بدت لها شهر تقريباً فرحنا المدارس ما فيه لها شهر يعني أوكي فقال أبوي للمدير المدير كان رافض تماماً يعني أنت تدخل المدرسة؟ أني تدخل المدرسة؟ أيو عشان بدأت الدراسة فقال ترى الشعر خلي سمع قصيدة بعد الكثير يعني من الجدالة فقمت سمعت قصيدة طبعاً حافظها ما هي ما هي لي القصيدة وشلت الأسماء منها عشان يتوهى منها مدحية فقال لي أطلع لك طاولة لو في مكتبي ودخلت المدرسة بعد شهر من الطلاب عجيب فلفضل علي الشعر كثير ويمكن هذا الموقف يعني بعدها له أثر كبير على نفسي خلني أتجه زيادة للشعر وأحبا حلو جميل جداً أنا أتسمحوا لي عندي سؤال فضولي من كان أول من سمع منك الشعر؟ من العائلة كان؟ كان أبوي وعمي والله كيف كان نتضاعهم؟ كل العائلة طبعاً عندي كانوا داعمين جداً اللي هو الدعم اللي يخليك تصير نرجسي إذا كبرت يعني ما بينكت طبعاً دائماً العائلة كبير دائماً يكون طبعاً هذا في وقت يمكن تحفظ القصايد كان يسموني شعر وأنا أحفظ قصايد فقط صغير يعني في الابتدائي لكي أول قصيدة كتبتها تذكري يمكنني سادس ابتدائي أو أول متوسط وهي مش أول قصيدة هي خربيط بس الله أممني أنا اللي كتبتها فجيت عند أبوي وسمعت القصيدة فجلدني جلد قوي إن فيها كسور وفيها كذا ولكن أعطاني يعني دعم إنك ممكن تكتب شيء أفضل لكن هذا مش شعر الوالد شاعر؟ الوالد شاعر ناقد لكن ما ينشر يعني أبداً أنا يسكني أسألك كيف ميز الكسور ولكذا؟ تقريباً هو حافظ كثير من الشعر العربي والنبطي فجيت عنده ملكة الشاعر إلا أنه لا يكتب كثير يعني سمعت القصيدة القصيدتين غزل الوالد قلبه أخضر يعني لكن هو في النقد أفضل منه في الشعر حلو جميل طيب شوف يا جماعة أكيد في متابعين كثير ما هم مطلعين على الشعر وأنا واحد منهم إحنا الآن قاعدين نتعرف على الشعر أنت قلت الشعر النبطي والشعر الفصحى إيش الفرق بينهم؟ هم ممكن نعرفه بتعريف بسيط جداً جداً أسبك في وزن معي شوف السبكة هذي دائما نستعملها بالطبخة فعجبتني ترى قريبين من بعض الطباخ والشعر يعني عيال عمه بعيد